السلام عليكم. السلام. فضل من معي. انا علي من العراق. طيب علي العراق. شيعي ولا سني يا علي? شميعي. موضوعنا المهدي. تفضل يا علي. اقول اذا كنت لا تؤمن بوجود الامام المهدي فمن هو امام زمانك الان? امام زمني? ما عنديش حاجة اسمع نظرية امامك زمان انا. ليش مو اكو حديثين عند العام من بات وليس في عنقه بيعه والثاني رجع حلقة امس. رجع حلقة امس الله استحالك انتم بتسأله في المقرر. حلقة امس نفس الرواية ونفس الايجابة. رجع حلقة امس هتلاقي ايجابت عليها. عمونا بقى. ارحمونا. ما عندكوش جردلح امام زمانك محدش عارف يخش علي اقول انا معي حديث صحيح في اثبات شخصية المولادة المهدي من كنت به. اصلاحنا ما عندكش صحيح زال بخاري ومسلم. يا رجل حط رأسك في الطراب واعمل نفسك ميت. مش تنام بس. يا عكلاء. يا اهل السنة. عندما يأتيك شخص. ويقول لك ويفتخر انه لايس لديه حديث صحيح في ولادة اهم شخصية محورية في الدين الشيعي. ويفتخر بذلك. ترد عليه تقول له ايه? يعني انا دلوقتي بفتخر ان انا راجل فاشل في حياتي. معرفتش عندي اتناشر معصوم ومعرفش اطلع كتاب صحيح. واهل السنة اللي احنا بروح عيون مواصب. عندهم كتابين. صحاح. يعني اجمع اهل العلم على الصحة. ما فيه. على اي افتخر تفتخر بقى? باي امر تفتخر? عايز افهم. ده ما نفسي تقول لي كده عندي حديث قال فلان. عن فلان. يا اخي المهدي. ما عنده جوش حديث واحد صحيح في ولادته? ما عنده جوش حديث واحد صحيح في وجود شخصية امه? ما اللي بتفتخروا بايه؟